اروح للدكتور نورهان يعني من جماع ما قيل انه الوضع مازال في رحم الغيب بزنبول دكتور محمد اول كلمة قالت انه لا يستبعد القيام بعمل عسكر ويمكن ان يكون محدودة لكن انا هروح لمنطقة اخرى تماما بعيدة عن كل ما يجري وهو تأثير ما يجري الان من افكار اعادة التموضع الدولي والنتاج الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ومحاولة يعني وضع امريكا في في مكان يليق بها دلوقتي الى القوى الاقليمية الفاعلة عندي قوى الاقليمية عندي مصر عندي ايران عندي اسرائيل عندي مجموعة قوى اخرى هل يمكن ان تكون هذه الازمة كاشفة لدور فعالية هذه القوى في هذا التوحيد يعني خليني الاول استاذ ناشئة ابدأ بتوصيف الازمة نفسه يعني انا اعتقد انه كورونا كانت حرب عالمية بكل المقييس يعني كل ما حدث في كورونا من اجراءات ومن يعني باندمج وبعدين وفيات وعلى اخر احنا لسه كنا حتى بنقول عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل 900 الف في الحرب العالمية التانية كان 400 الف وبالتالي بكل المعايير هي حرب عالمية من خرج منتصرا في الحرب العالمية على كورونا الصين رقم واحد يعني بدرجة اقل روسيا من خرج منهزما في الحرب مع كورونا الولايات المتحدة للأسف واوروبا خسائر عندهم الانسانية والاقتصادية في اعلى مستويات ده نظام فعلا بيتشكل يعني بداية بوضع جديد تمام احنا بنتكلم مش بس عن اولد يوروب ربا العجوز لا احنا دلوقتي بنكلم عن زي ما اشار الدكتور محمد عن امريكا العجوز دي بقت واضحة وجلية جدا للعالم العالم بيتشكل بشكل مختلف في دول منتصرة في الحرب على كورونا في دول انهزمت واهتزت من الداخل بكو الدول اللي اهتزت هي المشكلة ان الدول اللي اهتزت بقوة لا تريد ان تعترف انها هزمت في الحرب على كورونا ومازالت متشبسة بانها القوة اللي هي المهيمنة الوحيدة والمسيطرة على العالم ده دي المشكلة الاساسية فيه اخفقات شديدة لادارة بايت اخفقات لم تحدث في التاريخ الابريكي الهجوم اللي حصل في 6 ينارس سنة اللي فات على مبنى الكونجرس الازمة الاقتصادية نسبة البطالة عدد الوفيات الفشل في احتواء كورونا وماكرون كل دي طبع خسائر شركات الطيران والشركات الامريكية بشكل عام اخفقات شديدة دي ما ظهر للضعف اللي حصل بشكل وباقر والهزيمة يعني انا شايفها الهزيمة او ابعاد للهزيمة في اوروبا الوضع ليس احسن حال جونسون بيواجه مشكلة وربما تنتهي به الى الاقالة وده فيه تصوري بيدفع الولايات المتحدة معها بريطانيا الى انها يعني يعني زي ما بيقولوا استحضار الجن الروسي او الشيطان الروسي او شيطانة روسيا مرة اخر ليه التغطية على اخفاقات حقيقية يشعر بها المواطن العادي واعتقد ان الدور الامريكي في اشعال الازمة والدور الرئيسي يعني الرئيس بوتين ولا روسيا لا تبحث عن اي نجاحات فيزبوتن فيه اكتر من خطاب قال صراحة المشكلة انه ضم اوكرانيا الى الناتو معناها ان الصواريخ الامربية خمس دقائق بالزبط وبالتالي اي دولة في العالم لا يمكن انها تقبل بهذا كل ما تطالب به روسيا مش ضم اوكرانيا لكن ان تبقى اوكرانيا على الحياة منطقة عازلة ما بين نفوذ الاطلسي وما بين روسي واعتقد ان الهدف من هذه يعني الضمانات الامنية الكبيرة اللي قم او السقف العالي اللي عدمته روسيا هو انه لان في اي مفاوضات نظر حيث تقدق بسقف عالي فالسقف العالي ده عشان نوصل للي احنا بنقول ان اوكرانيا تظل منطقة محاكمة هل ده هدف بوتين فعلا اعتقد ده الهدف الاساسي يعني هو في المقالة اللي كتبها في يوليو الماضي اللي هي بيقول فيها ان الروس والاوكرانيين شعب واحد كان بيقول انه استقلال اوكرانيا هو يعني اشبه بانحراف تاريخي وكأنه الان بيحاول انه يعني يعدل ويصحح خزر انحراف بس هو فكرة ان اوكرانيا هو يدرك التكلفة الاستراتيجية لمسألة اعادة ضم اوكرانيا بالقوة يعني هو كان يوين ايه ممكن تكون عناصر التكلفة يا دكتورا لا طبعا عناصر كثيرة جدا اولا فيه زي ما حياتك بتقولها تبقى عمل عسكري العمل العسكري ده هيستدبع تدعيات اقتصادية كبيرة ولا تفرق ما قالك قالك اللي السفير قالك قاله اعطنا عقوبات بقى لهم تساني لا صحيح يعني العقوبات صحيح يعني ده السفير رب كده العمر قاله قاله ما احنا بقى نمية سنة عندنا عقوبات صورة روسيا ما هو غلط لانه يعني فرط في وجود نظام والي له لغاية سنة 2014 كان ممكن يعمل معاهد على فكرة معاهد تدفع مشترك ايام يانيكوبيتش بس هو ما فرطش ما هو ضغط الغرب هو ما غلطش يعني هو اكبر على انه يعني يعني ينصع لدال انا ما بقولش انه في 2014 ما قبل 2014 في 2004 في موضوع يوشنكو موالي في يوشنكو كان الوضع مختلف ان الثورة البرتقالية وحيطك عارف النزاخة من الكان في فترة يانيكوبيتش يانيكوبيتش للأسف الحراك الداخلي اللي قادته فيكتوريا نولند والغرب هو اللي برضه بشكل أو بآخر عمل أو انتهى بهذه النهاية فيعني احنا قدام مشهد مختلف اعتقد واعتقد ان روسيا مش هتقدم ابدا على العمل العسكري حتى ولا محدود يعني لن يعبر لن يعبر جندي روسي الحدود الاوكرانية لكن دكتورة تتكلمة بسيقة شديدة جدا انا دا وليت ناظر اصد ناشر ممكن محمد لابا يكون لك عمل معلوم في عمل عسكري بقى من نوع اخر ان ممكن اوكرانيا او كيف تهاجم الدونباص زي ما حصل في 2014 بس مرة اخرى دفاعات الدونباص الحالية وقدرتها قادرة على يعني على صد مصامدين بقى لهم من 2014 لا وقدرتهم اعتقد تم تعززها بشكل كبير جدا وقدرة على صد دونباص ومش بس كده وطلقين كيف درس